اشتركوا في القناة هو قرار استجابة وتطبيق وتنفيذ لقرار المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدو المغرب والذي جاء لطرح سؤال الإرادة السياسية الحقيقية لدى وزارة العدل لتطوير المهنة وتحديتها والتعامل مع مهنة التوتيق العدلي باعتبارها جزءا من مرفق التوتيق العدلي الذي يؤدي خدمات للمواطنين المغربة في إطار المصلحة الوطنية العامة السؤال الثاني هو سؤال لعدالة شريعية التي تراحها الهيئة الوطنية بكل قوة لعدالة شريعية كان قصد بها لماذا تمييز بين مهنة التوتيق العدلي والمهنة القضائية الأخرى المكلفة بتحرير الوطائق في الانتيازات التي تعطى لمهنة على حساب مهنة أخرى ولجويد قانون مهنة تمارس نفس المهام على حساب مهنة أخرى لماذا لا يراد الاستجابة لمطالب دي السيدات والسادة العدول لرفع الموعيقات والإكراهات على المهنة وتطوير وتحديد المهنة من خلال الاستجابة لمطالب دي السيدات والسادة العدول لداخلها في إطار المقاربة الدستورية نريد قانونا جديدا يستجيب للمتطلبات الدستورية ويتمتع بنفس حقوقي ومنبني على المساواة وتكافؤ الفرص بين المهنين الذين يرمارسون من داخل مرفق التوتيق العدلي السؤال الآخر نريد أن نسائل الوزارة إذا كان مرفق التوتيق العدلي يؤدي الخدمات دياله للمواطنين المغاربة وإذا كان تطوير القانون وإذا كان تحديد القانون وإذا كان تهيل القانون المنظم لهذه الميناء يخدم المصالح الوطنية لماذا تلك والتملص والتأخر في تطوير هذا المرفق وتمكنه من الأدوات والآليات للشغال التي تمكن السيدات والسادة العدول في المغرب من توفير الخدمة التوتيقية في أعلى مستوياتها ثم أيضا زمان النجاعة والكفاءة وأيضا السرعة في الإنجاز علش عملنا الإدراب الجميع من حقو يتسائل لأنه إحنا باش عملنا الإدراب راكت توقف مصالح مواطنين ومن حق المواطنين يتسائلوا علش العدول بغوا يوقفوا العمل ديالهم اللي هو أصلا تسبب يعني في حرمان مجموعات المواطنين من الإنجاز الوطائق ديال السيدات والسادة العدول كنت طالقوا من منطلق المصلحة الوطنية لأنه إحنا بيدون قانون قوي لا يمكننا نفروج الخدمات والجودة ليلواتاك المغرب لا يمكننا نضمن الأمن التعقدي بدون قانون إحنا القانون السطسفر الثلاثة أصبح متجاوزا لأنه قانون وضع في 2003 ثم المرسوم في 2008 والآن نحن في 2024 هذا القانون فعلا كشفت تطبيقه عن مجموعة ديال النقائس مجموعة للاختلالات اللي خصى المعالجة والهيئة الوطنية انخلطت مع وزارة العدلة لدي 14 سنة بحتان عن إخراج القانون وكلما وصل القانون إلى واحد المرحلة اعتقدنا أنه سيخرج من الوجود وأنه في نهايته كلما نفاجأ بأنه هناك تراجعات عما اتفاقوا عليه مع الهيئة الوطنية لا في 2017 ولا يعني بنسبة للآخر مرة في 2023 وجينا وكننا نقول أنه إحنا من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل الضمان المساواة بين المواطنين والمغربة في الجودة وأيضا في النجاعة وفي الضمان لأمن التعقدي والحفاظ على المصالح للمرتفقين المغربة قلنا أنه المغربي من حقه يختار أنه يمشي عند الموت وقبل ذلك عند السيد العادل عند المكلفين يتحلل العقول خاصة المواطنين المغربين عندما يمشون هذا المرفاق وليهذا المرفاق لا يكون القانون وليك كرس التمييز بينهم بحيث أنه لا يمشي عنده السيد العادل السيد العادل عنده القاضي والناس وإلى آخر من الإكرهات وجوج عدون يتلقى شهادة ولم يكن هناك صندوق الإيداع بالنسبة لحويجات هذه هي التي طلبوا بها السيد العدون المطالب معقولة من أجل تحقيق المسلحة المواطنين من أجل تحقيق العادلة بين المواطنين المغربة سواء الاختيار من الإمارس والحرية الدستورية يمشي عند هذا المحرر العقد هذا الموتق العدلي أو الموتق في نظام التوتيق الآخر أو غيره يكون عندهم نفس الحقوق تهيضاً نفس الالتزامات نفس أيضاً نفس المستوى ل gard Barran لأنه تمييز بين المهن و PM�� من أجل تحقيق العقد كانوا نفسنا قد وقت نتلقى للإمكانية في تقديم خدمة عمومية ومن هناك دائماً نطالب الوزارة أن تتعامل مع المرفق باعتبار مرفق عمومي مع التوتقي العدل باعتبار مرفق عمومي رغم ي معرضه un عدود رغم يهم مواطنين المغاربة قبل أن يهم العدود لم يؤدي العدود وظيفة لأنفسهم يؤدون وظيفة للتقديم خدمات التوتقي لفائدة المرتفقين من المواطنين المغاربة وبالتالي هذا التعامل مع مرفق بما يتطلبه المرفق من التطوير وتعليم الملكية السامية أيضا لأننا نعطي متر بصير دخلت المرأة واستبصرنا خيرا إلى هذه المهنة بعدما كانت المهنة يمارسها الرجال فقط رغم أن القانون لم يكن شكي منع الإرادة الملكية السامية هي التي دخلت المرأة المغربية إلى ممارسة المهنة وكانت توجيهات الملكية السامية سيدنا نصره الله السيد وزير العدل بتسهيل الولوج ديالهم وبوضع قانون يمكنهم من الولوج سهل يمكنهم من الاشتغال لأنهم لم يدخلوا لكي يكونوا عاطلات وما دخلوا لكي يحسوا أنه هناك تمييز في تشريع الآن المرأة العدل تشعر أنها في مهنة قانونية ولكن مهنة مساعدة للقضاء ولكنها تشعر أنه كان تمييز لكي رسول القانون لمنظم المهنة بينها وبين الممارسات المهنة القضائية الأخرى سواء في التوتيق ولا سواء في المحامات ولا سواء في المفوضات القضائية بحيث أنها تجد أن المحرر اللي تنجيزه يحتاج إلى قادة التوتيق من أجل منحول مدارة رسمية بينما بالنسبة المهنة الآخر لكي مارس في المهنة المساعدة للقضاء محضره مهما كان هذا المحضر كالمفوض القضائي مثلا المحضره يصبح محضره رسميا بمجرد توقيعه عليه لا يحتاج أن يوقع من هو أكبر أو شيء مسؤول قضاء آخر أو مسؤول إدارة آخر ليؤشره على محضره يسميني كي يوصير رسميا يبقى السؤال الكبير لماذا الإضراب في هذا الوقت هذا بالضبط هذا الوقت هذا بالضبط لأنه جاء تريح ديالسيد وزير العدل في الغرفة ديال المستشارين حول صندوق الإدار وحول القانون ديالسيدات وستر العدل وهذا التريح اعتبر صدمة لكونه جاء على السيدات وستر العدل يشعرون بأنه تم التملص من كل الاتزامات التي قطعتها الوزراء في الاتفاقات التي كانت في الجنة الحوار التي كانت في الحوار التي خاطروا الجنة الحوار عن الهيئة الوطنية ووزراء العدل والتي كانت في محاضر تم رجوع في مشروع ديال القانون عن مجموعة المقتضيات وتم أيضا إضافة مجموعة المقتضيات لم يتم الاتفاق عليها ولكن التصريح اللي كان صادم هو أنه تم التصريح بشكل عالني أن السيدات وستر العدل لن ينتمتعوا بآلية الإيداح ولكن التصريح الوزير كان فيه مغالطة لأنه قال العدل طلبوا منا باش يبقى ويشدو أموال بالنسبة لأموال المواطنين وحنا لتصريح العدل طلبوا بآلية الإيداح باش يتمكن المواطنين في المعاملات اللي فيها أموال التودع في الصندوق مش التحط عن السيدات وستر العدل التودع في صندوق الإيداح والتدبير باعتبار هذا صندوق وطني وباعتبار أن الأهداف دياله من أهمها هو الحفاظ على الأموال المرتفقين وتدبيرها وحنا باب تمتيع الوثيقة العدلية بالقوة الحمائية للأمن التعاقدي طلبنا بتفعيل آلية الإيداح من أجل حماية المرتفقين ما بغناش الأموال تكون فيه العدول ولا فغير غيرهم من ممارس المهل القضايا بغينا بالنسبة للأموال تمشي إلى صندوق الإيداح والتدبير باش نحافظوا على أموال المغالبة وحنا اعتبرنا أن هذا التراجع سببه ضغوط من جهات أخرى تريد أن تمانع في خروج قانون التوتيق العدلي قانونا كي يعطي للسيدة والسيدة للأالية للشغال والأالية العمل الحقيقية وكتضمن أيضا المساواة في الحقوق والالتزامات معلمها الأخرى وهذا حق لأن كان طالب به في دولة مغربية معروفة الحمد لله باستقرارها بحكم إمارة المؤمنين التي هي راعية كل المواطنين للمغاربة المهل القضائية جميعها يمارسها مواطنين المغاربة وهم رعاية أو فياء لصاحب الجلالة وبالتالي نعتبر أن إدارة الدولة هي إدارة خادمة لكل المواطنين للمغاربة على نفس درجة المساواة ونحن هنا في آخر ما نرد توجيهه إلى وزارة العدل نحن نطالب بتفعيل المقاربة التشاركية الحقيقية نطالب الوزارة بأن تتعامل مع التوتيق العدل باعتباره مرفقا عموميا وتضمان العدالة التشريعية للمواطنين المغاربة المستفيدين من خدمات هذا المرفق وأيضا للمواطنين المغاربة الممارسين داخل هذا المرفق وننتظر من الوزارة الاستجابة لأن المطالب دي السيدة والستدعى العدل هي مطالب عادلة ومعقولة ومؤسسة قانونا ضن لأن نحن كستدعى عدل لأن نحن مخرجن للإدراب من أجل إيقاف العمل ولكن نخذن للإدراب من أجل إشعار الجهاز المعني القطاع الوصي بالضرورة ديال وجود إيرادة سياسية حقيقية في تطوير القانون وتحديد القانون المنظم لمهنة التوتيق العمل ترجمة نانسي قنقر